70 أنهى دراسته الأكاديمية في موضوع الهندسة الكيميائية وحصل على لقب الدكتوراه بامتياز من المعهد التطبيقي التخنيون ومن ثم لقب البروفيسورة عام 2002 عمل كباحث في مجال الإلكترونيات الجزئية وكان على سلم أولوياته العلمية إيجاد طرق لتصغير الأجهزة الإلكترونية عام 2004 تخص بروفيسور حسام حايك في موضوع علمي جديد بعنوان المجلسات الكيميائية وذلك في معهد العلوم والتكنولوجيا في كاليفورنيا عام 2006 قاوم بروفيسور حسام مغريات عديدة قدمت له في الولايات المتحدة ليعود إلى البلاد وينضم إلى التخنيون كعالم كبير وعضو أكاديمي بروفيسور حسام حايك يقود فريق أبحاث يضم 36 باحثا وباحثة من حملة لقب الدكتوراه والذي يصنف من أقوى فرق الأبحاث محليا وعالميا بروفيسور حايك تألق بأبحاثه واختراعاته التي صنعت ثورة علمية وطبية والتي حصل بفضلها على عشرات الجوائز وشهادات التقدير الدولية والعالمية بروفيسور حايك حاز على جائزة الاتحاد الأوروبي للعلماء المتميزين والتي تعد أكبر منحة علمية في تاريخ الأكاديميا في البلاد كما وتم اختياره من ضمن أفضل 35 عالما شابا حول العالم أيضا تم إدراج اسمه ضمن قائمة أفضل أربعة علماء في البلاد وقائمة الشباب المتميزين وقائمة أهم خمسين شخصية في البلاد وأخيرا ضمن قائمة أكثر عشرة شخصيات مؤثرة على مستوى العالم صباح الخير لحضر صباح الخير كل عامة بخير أيضا كل عامة بخير للك عفاف كل عامة بخير إلك دوريد لجميع المستمعات والمستمعين الله يخليك مبروك أول إشي نبلش بالخبر الأخير حضرتك صنف الابتكار الأخير من ضمن قائمة أهم 100 ابتكار مؤثر في العالم وهذا وفقا لنومينت ترست المرموقة صحيح ابتكار سنيف فون اللي بهدف طبعا لكشف عن الخلايا السرطانية بواسطة جهاز الخلية والحكيم صنف من أفضل 100 اختراع في العالم لسنة 2015 وهناك طبعا إنجازات أخرى على الطريق في هذا المجال طب عفاف أكيد يعني إحنا كلنا منعرف وتابعنا ومن سبعة ومن عشر سنوات منعرف بروفيسور حايك الإختراع المبهر اللي صنعه وهو الأنف ورح يحكينا لبروفيسور عنه أكتر وأكتر لكن أكيد إلا ما يكون في شريحة من الناس اللي ممكن يكون أقل اطلاعا فبروفيسور منحب نسمع من حضرتك خصيصا عن الإختراع الأخير أو الابتكار الأخير كيف طور منحب نسمع منك طبعا الإختراع الأنف الإلكتروني طور ليعطينا وسيلة لعلاج الأمراض السرطانية المختلفة بواسطة التشخيص اليوم للأسف الشديد السرطان متفشي في شتى أنحاء العالم ومن سنة السبعين في هناك مجهودات اللي بحاولوا كثير من العلماء ومن الدول يحطوها عشان يعطوا العلاج ملائم لمرض السرطان بدل ما يحطوا سبعة مليار دولار كيف فكروا في الأول صاروا حطين سبعمائة مليار دولار بدل ما يستنوا 4 أو 5 سنوات ما يلاقوا علاج للسرطان نحن 45 سنة بعد بدء مراحل تطوير الدواء للسرطان لا يوجد هناك حال والحال بعيد جدا العلاجي فلذلك واحدة من الأسليب الحالية اللي ممكن استغلالها لعلاج مرض السرطان هو التشخيص المبكر أعني بالتشخيص المبكر أنه الكشف عن السرطان عندما لا تكون عوارض جانبية في جسم الإنسان يعني بني آدم بشعر معافة بركض ماراتون بركض 10 كيلومتر واللي بتسبح ولكن في هذه المرحلة عنده السرطان متفشي بجسمه وهون مهم أوضح نقطة للمستمعات والمستمعين وهي الأفكار الخاطئة الموجودة حول مرض السرطان نسمع دائما أن السرطان طبعا هو يتفشى خلال أشهر أو أيام أو أسابيع وهذا فكرة خاطئة جدا السرطان بيكون موجود بين 5 سنوات لـ 15 سنة في جسم الإنسان قبل ما نشوف عوارضه الجانبية كل هالوقت إحنا معافين فلذلك اللي إحنا منطوره هو عملية تشخيص نشخص السرطان إحنا معافين ولكن عشان نعمل هيك لازم يكون عملية لتشخيص المرض بشكل عشوائي كيف يعني بشكل عشوائي؟ يعني وإحنا عايشين في حياتنا اليومية في عنا جهاز بمتناول اليد وهو جهاز الأنف الإلكتروني اللي تم تطويره في مختبرات العلمية بطريقة غير اجتياحية أي بطريقة لا تتطلب أيتها عملية جراحية أو بلع مادة مشعة وبذلك يتم التشخيص عن المرض وطبعا إلى اختراع هذا الجهاز إحنا في فريق أبحاثي تعلمنا من المزايا الرائعة الموجودة عند حاسة الشم عند الكلاب فالكلاب طبعا معروفة أنها بتشم روائح مختلفة بدقة عالية جدا ومنها روائح المرض ولكن للأسف الشديد لأسباب موضوعية ومهنية لا نستطيع استغلالها بسبب عدم وجود لغة مختلطة أو متعرفة عليها أو مشتركة وشيء الثاني تدريب الكلاب هو شيء صعب جدا لتشخيص الأمراض فلذلك قلنا إذا لا نستطيع استعمال الكلاب لتشخيص الأمراض تعال نتعلم من الكلاب ولذلك تعلمنا كيفية عمل الأنف عند الكلاب وكيفية شم الروائح وتصنيفها وأخذنا نفس الأساس وبنينا عليه جهاز إلكتروني ولذلك سمناه الأنف الإلكتروني الأنف لأنه يشبه أنف الكلاب والإلكتروني لأنه يعمل على أسس إلكترونية وهذا الجهاز طبعا مكون من قسمين مثل الأنف عند الكلاب القسم الأول هو مجسات كيميائية الموجودة والتي تلقط المواد تبعية المرض عن طريق الزفير والقسم الثاني هو الدماغ طبعا الدماغ نستعملها دماغ إلكترونية اللي هي الحاسوب مع نظام علومات حاسوبية وبهذه الطريقة نعلم الجهاز إيش هو المرض وكيف يشوف المرض من ناحية إلكترونية وطبعا كيف هي شخصية الشخص المعافى من المرض بعض الطريقة طبعا هي أساس الأنف الإلكتروني واللي تم طبعا تطويره وكذلك يعني استعماله طبيا اليوم في عدد كبير من المستشفى يعني هذا يمكن تحديدنا لنسألك يا بروفيس راوشي كل فكرة الأنف الإلكتروني دوريت بتعزز يمكنه بتشدد على أهمية الكشف المبكر تلمحضرة تكتكرت يمكن خلايا السرطانية بتتواجد للسنوات في الجسم وبعد ذلك احنا منشوف الأعراض الجانبية يعني اليوم نفهم من حديثك أنه عم يتم استخدام كل ابتكار الأنف الإلكتروني يمكن في المراكز الطبية المتخصصة بتشخيص أمراض السرطان صحيح يتم في هناك 19 مركز في العالم كذلك طبعا في البلاد اللي بيستخدموا جهاز الأنف الإلكتروني اللي احنا طورناه لتشخيص الأمراض لكن على الإطار البحفي يعني بعده بيش طالع على السوق الجهاز الأنف الإلكتروني كمنتوج صناعي إنما منستعمله في مجال الأبحاث وبمجال الأبحاث يستعمل في عدد كبير من المستشفيات وطبعا هذا الموضوع اللي أنا ممكن أطرق إليه يعني لاحقا وإنتا ممكن يطلع المنتوج كمنتوج الأنف الإلكتروني بشكل صناعي طب هلت نفوت على هاي الخاني يعني إحنا هون هذا السؤال يمكن اللي كتير كمان عم براود المشاهدين إنه إحنا يعني زي ما حكينا أوشي منتشرف بهذا الإبتكار ونقطة ثانية إنه عن جد بساهم يعني سؤال وانت رح يكون فعليا متواجد يعني كمان المشاهدين عمالهم بتسألوا هذا التساؤل صحيح طبعا اليوم إحنا بننا نموذج مخبري لجهاز الأنف الإلكتروني اللي هو نموذج صغير جدا اللي طبق ليس فقط في إطار المختبر إنما في أكثر من 19 مركز طبي في العالم اليوم في عنا دراسة اللي رح تضم 30 ألف مريض ومريضة في أوروبا لحديد اليوم شخصنا 8000 مريض ومريضة بواسطة الأنف الإلكتروني بدقة هائلة في أكثر من 23 مرض ليس فقط الأمراض السرطانية ولكن السؤال وين تطلع المنتوج كمنتوج وهنا طبعا أود يعني بهاي المناسبة صحيح بعد الأفكار الخاطئة الموجودة عن المنتوج وعن الاختراعات والابتكارات الموجودة في إطار المختبرات عندما يتم اختراع في مجال الأكاديميا الاختراع طبعا يستغرق عدد كبير من السنوات 6 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين عشان نثبت أن الاختراع يعمل بشكل دقيق وإحصائيات دقيقة جدا ولكن هذا لا يعي أن الاختراع هو جاهز للتصويق عشان ناخده لمرحلة التصويق يجب أن تأتي شركات كبيرة أو شركات صغيرة مثل شركات المبادرات الستارتاب تأخذ براءة الاختراع من العالم أو من المعهد اللي تم فيه تطوير الاختراع وهذه الشركات بتبلش تطوره وهون طبعا ببلش في مشاكل عند الشركات كيف يتم تطوير الاختراع وأخذه من منطلق المختبر إلى السوق العالمي وهون طبعا في عدة مراحل بتستغرق وقت كبير جدا أولا عشان إحنا طبعا نصنع الجهاز جهاز واحد أو عشر أجهزة سهل جدا ممكن نسويها بشكل يدوي ولكن عشان تصنع عشر مليون جهاز بدأك تبني مصانع بدأك تبني طبعا بنية تحتية كاملة عشان طبعا تبني هذا الجهاز بشكل أوتوماتيكي الأمر اللي يستغرق فقط لبناء المصنع ما بين ثلاثة إلى أربع سنين إذا بدأ أكون متفائل الأمر الثاني طبعا لما بتبني أنت جهاز طبي أو بتطور دوا ما بتقدرش أنت تيجي تسوقه بدون ما يكون عندك تصريح من وزارات الصحة المختلفة على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية بنسمع دائما الـ FDA Food and Drug Administration أو في الأوروبا بنسمع CE market فهونا عشان نحصل على التصريح التصريح يستغرق ما بين أربع سنوات لبين عشر سنوات في حالة الأدوية وهن كجسم المفروض عليهم أنه يقوموا بفحصه بشكل شخصي من عندك هن كجسم بفحصوا الجهاز بشكل شخصي عن طريق الشركة الشركة يعني بتدفع التكاليف تبعوني الجهاز والفحص ولكن الوزارة الصحة هي اللي بتفحصه هاي يستغرق كمان عدد سنوات هاي صنع حوالي 8 سنوات على الأقل والأمر الأخير بدك تيجي تسوق الجهاز نفترض أنه كل الأمور نجحت بشكل هائل وبشكل سريع بدنا نسوق الجهاز كيف أن نسوق الجهاز؟ طبعا أنا ما بقدرش كشخص أو كفرد أجي أروح على أي منطقة وأقول لن أقنع الطبيب أنه سوق الجهاز أنا لازم أكون جسم رسمي وعند القدرات أنه أسوق الجسم وهي كمان أكمل سنة ولذلك أغلب الإفتكارات والإختراعات اللي بتطلع اليوم هاي ما كانتش موجودة اليوم إنما موجودة 15 سنة على الأقل في المختبرات دائما أنا بعط مثال جي بي اس اللي بلشنا نتعامل معاه في سنة 2010 كان موجودة في سنة 79 في الاستعمال السمارتفون كثير من الناس بتذكروا على سبيل المثال إنه 2006 كان أول مرة بطلع السمارتفون على العالم أو الناس بلش تشاهد السمارتفون ولكن السمارتفون موجود في سنة 74 يعني عم نحكي إنه الله أعلم إيش اليوم عماله بتحضر لنرح نشهده كمان عشرة سنين طبعا بتحضر وأنا بقدر أقول أشياء اللي ممكن تبعث يعني للتفاؤل أنه عدد من الشركات العالمية أخذوا براءة الاختراع من معهد العلوم التطبيقية لإنتاج الأنف الإلكتروني بشكل منتوج اللي ممكن طبعا ينشر في أنحاء العالم لكن هناك هداك التحدي تبعه أنا تحدي تبعي خلص وأعد بمشي في تحديات أخرى لا أقل أهمية يعني يعطيك العافية رح نحب نسمع على الشريع المستقبلية بروفيسور يمكننا نسألك يعني بذات بكل موضوع ما يخص هيك الجانب الصحي والأمور يمكن اللي بتساهم في عدم هيك في أن نوقف تفشي هاي الأمراض في المجتمع قديش اليوم أنت بتشوف بداية حاب نسألك كمان عن كل موضوع يعني اختيار هذا الاختراع والابتكار ضمن أهم مئة ابتكار على مستوى العالم كيف تلقيت الخبر إحنا بركنا لك على الهواء مباشرة كان معنا بروفيسور رياض غباريه وخبرنا وبركنا لك على الهواء وكنا جدا فخورين بس كيف تلقيت الخبر طبعا طلقت الخبر بسعادة لم تدم أكثر من دقيقة لأنه بسرعار ما كان طبعا حسيت في المسؤولية من وراء هذه السعادة والمسؤولية من وراء هذا الاختيار طبعا السبب طبعا من المسؤولية أنه جائزة تعطى بشكل عام لتقدير على إنجازات ولتسجيع على إنجازات أخرى فأنا التقدير على الإنجازات دائما بأخذها كمفهوم ضمنا ولكن دائما بشعر بمسؤولية كيف أكمل الطريق لأنه دائما لما بتعلي على قمة وبدك تتسلقي من قمة لقمة هناك أصعب مما تتسلقي من سهل إلى قمة فلذلك شعرت بالمسؤولية العامة ولكن أسعدني جدا طبعا أشوف فرحة مجتمعي العربي بالإنجاز تبعهن لأنا بعده إنجاز المجتمع العربي وأنا أهديت هذا الإنجاز للمجتمع العربي بكامله لأنه أعتقد أن السماء هي الحدود ولولا تسجيع المجتمع العربي ولولا محبتهم ولولا كلماتهم الدافئة لما كان في عندي أنا دائما المحفز أتقدم رغم كل الصعوبات التي بواجهها في حياة اليومية في إطار العلم وفي إطار التحدي وفي إطار التحدي على المستوى العالمي فلذلك هناك خليط يعني من الأمور خليط المشاعر أنا رح أكمل عفاف وحضرتك بروفيسور حايك يعني محبذ والمفروض إحنا طبعا نفتخر بحضرتك لأنه على شكرا إلك هذا بإطار عالمي جدا البصمة اللي حطيتها اللي رح تساعد ملايين من الناس فمهم لإن أنا وعفاف وطاقم صباحنا غير نذكر الجوائز والأمور الجميلة اللي حصدها طبيعي فأنا لازم أحكي جائزة ناري كوري طبعا حصت عليها حضرتك حصل على رتبة فارس من دولة فرنسا الرتبة التي أسست لأول مرة عام 1808 على يد نابليون بونابارت والتي تعد من أعرق أوسمة الشرف في العالم وضع اسمه من معهد MIT صحيحني إذا أنا غلطاني بروفيسور MIT في قائمة العلماء الشباب الـ 35 الرائدين في العالم وكثير كثير جدا من الجوائز التي حضرتك حصدتها تعتبرها بروفيسور هاي إيش بسموها تذكرة وصول تذكرة قبول الأسرع عشان يتم إنجازاتك بطريقة أنجع وأسهل هي تذكرة إكمال للطريق لأنه طريق طويلة جدا وأنا ما زلت في أول الطريق هناك كثير من التحديات بروفيسور أنت حاصل على فل بروفيسور وهي أعلى درجة لبروفيسور أي طريق بعد بدأ تكملها وين بدأ توصل أكثر هناك تحديات بيني وبين نفسي تحديات اجتماعية طبعا لمجتمعنا العربي وتحديات اجتماعية على مستوى العالم هو تحقيق على ما يسمى المسواة في مجال الصحة في العالم ما بين الفقير وما بين الغني هذا هو تحدي كبير جدا هذا تحدي كبير جدا وأنا أعي هذا التحدي واليوم بتعاون مع بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت نحن نحاول نفوت على هذا التحدي على سبيل المثال لما تروح على دول العالم الثالث بتشوف الشخص يعمل مدة 11 ساعة في النهار على أقل من دولار واحد في النهار معه أي إمكانية يشخص المرض بشكل سهل أو بشكل سريع لأنه بديو يعطو القسم من الدولار لعيلته عشان يعيلهن ولما بتشوف الأشخاص في دول العالم الثالث عايشين في قرى ما فيهاش بنية تحتية لا من المي ولا من الكهرباء وبدأك تشخصهم لما بتعي أنه تلت العالم الثالث حوالي 2 مليارد ونص مرضين في مرض السل فهذا تحدي كبير جدا بالنسبة لي فكيفية الوصول لهناك الأدوات الطبية الموجودة عندنا في عالمنا الغربي ما بتنفعش نستعملها هناك لأنه عشان نستعملها هناك لازم الشخص يشتغل ما بين أسبوعين لستة شهر عشان يستعمل تشخيص واحد فاليوم التحدي الموجود أمامه وهو كيف يمكن الوصول لهذه الشريحة من الأشخاص والوفاق ما بين معهن واللي ما معهن صحيح التقنية اللي ممكن تعالجهن وتشخصهن بأقل من دولار واحد في النهار هذا تحدي هائل كبير جدا علميا تكنولوجيا واجتماعيا وإنسانيا أيضا وإنسانيا فأنا بتخيل إنه من هون لحتى فترة التقاعد ومن بعد رح أشغل على هذا الموضوع إن شاء الله يعني ما أجمل العلم كلا ما بيكون موجه لهاي الشريحة من البشرية اللي إحنا منشوف أنه يمكن هني مهمشين وما أصعب التهميش صحيا مثل ما ذكرت يعني مرض السل بعت فيه هلأدي عدد هائل من الناس اللي عم بيعانوا منه طب بروفيسور حيك شوي نحكي عن الجانب يمكن لبعض الناس بجهلوه مثل ما ذكرنا حضرتك في جيل شاب وصلت لدرجات علمية جدا مرموقة صحيح يعني بنسبة لنا هذا فخر قرأنا وفتخرنا كتير فحبين نسمع كيف بلشت مسيرتك العلمية مسيرة الأبحاث بجيل مبكر شو اللي دايما كان المحفز بالنسبة لك يعني أنا كمان حكينا تحت الهواء أنه من اللقب الأول مباشرة اللي الثالث صحيح طبعا أنا حابب ببلش طبعا النقطة هون من ما كنت طفل صغير كنت أحب طبعا العلوم أحب الابتكارات ما كانش في عندي الإمكانية أشتري ألعاب كتير فكنت أبتكري الألعاب الخاصة فيي بشكل عام وفي صف سابع أنا انكشفت لكتابي علوم الضرة مترجم من اللغة الروسية إلى اللغة العربية طبعا ما كنتش لا أقرأ عبراني بشكل جيد ولا لغة إنجليزية فالكتاب اللي فهمته كان كتاب تابع لوالدي طبعا قرأت الكتاب ودخلت إلى عالم الضرة عالم الفيزياء ومن هناك طبعا حبيت الموضوع ولما خلصت صفة ناعش وسئلت ماذا أتعلم طبعا كان فيه الخيارات الموجودة العادية في المجتمع بدون ما أذكر طبعا إيش هي المواضيع موضوع ألف وبا وجيمل عن ما تقليدية ونمطية تقليدية ونمطية ولكن قررت أن أتخذ قصد من الوقت وأعمل عشان أفكر تفكير صحيح وين أنا أبدأ أخذ خطوات إلى الأمام وبالفعل عملت سنتين كنادل في أحد المطاعم في الناصري ما يعادل 13-14 ساعة في النهار وهنا تعلمت أكثر عن الحياة وتعلمت أنه أنا إذا بدأ أتميز أنا المفروض أتعلم الموضوع اللي أنا بدي أياه اللي أنا حابه لأنه هي الطريقة للتميز في الموضوع والتميز هو اليوم الوسيلة للنجاح وليس انتقاء الموضوع فلذلك قررت أن أتعلم موضوع اللي أنا حبيته وهو ما بين الفيزياء والهندسة الكيميائية لربما الهندسة الكيميائية كان موضوع يعني خطأ بعض الشيء في أول الطريق ولكن كان عندي محفز أنه أخلص التعليم بسرعة ليش أخلص التعليم بسرعة؟ أنه ضغط المجتمعي بقول ضوعت سنتين وأنت قاعد بتشتغل فخلصت للقب الأول بثلاث سنين محل أربع سنين وهناك انتقلت إلى مجال مباشر للدكتوراه من اللقب الأول إلى اللقب الثالث بدون اللقب الثاني وخلصت في أربع سنوات وطبعا هناك لما قررت أن أكمل بحوث ما بعد الدكتوراه لكي أرجع كعضو أكاديمي أو كبروفيسور إلى البلاد كان هناك طبعا مقاومة هائلة جدا من المجتمع بأي ناحية؟ من أي ناحية؟ يقولولي يعني فرجينا أكمل بروفيسور موجود ابن عرب في البلاد وهذا اللي بدك تسويه أنت بدك تطلع على مركز يعني على التنقيت يعني كيف سموها على مركز البلطالي لأنه ما فيش أمثلة أخرى في البلاد اللي بتفرجين أنه كان فيه قصص نجاح يعني في مجال الأكاديميا للعرب في البلاد هاي أراء مسبقة ولكن لساعاتي أو لأسفي أنا يعني سمعت بس مع الأراء ولكن أتخذ قراري المقتنع فيه وخاصة لما قراره لا يضر بشريحة من أي من المجتمع أو من الأشخاص العايشين حوالي فلذلك هناك طبعا وأنا قاعد بسجل وانقبلت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي لأبحاث ما بعد الدكتوراه وقاعد بخطط أسافر تعرفت على صبيي أمورة كتير اليوم زوجتي رنة تحييلا رنة طبعا وحضرتك قبل طفلين اليوم قبل طفلين فادي فادي وإياس وإياس نوجه للتحييص تيمن بإياس بن معاوية فقررت طبعا أنه أستناها مع بير متخلص دراستها في التخنيون وهنا طبعا في هذه الفترة انتقلت يعني بطريقة الصدفة إلى معهد ويزمان للعلوم لإجراء البحثات لما رنة أنهت تعليمها انتقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كالتيك حيث يعمل العامل المصري الحائز على جائزة نوبل أحمد الزويل الزويل وهناك عملت سنتين في بحوث ما بعد الدكتوراه لتطوير جهاز اللي يستعمل اليوم في شركة ناسا في المركبات الفضائية ما شاء الله عليك ومن هناك طبعا حصلت على عدة عروضات في الولايات المتحدة ومنها شركة ناسا انه نبقى هناك وكان طبعا في تردد هل تخبطات يعني عائلية هل انضلنا هناك ولا نرجع وخاصة انه كان فيه كثير عروضات اللي حصلت عليها هنا في البلاد ممكن تكون عروض مغرية كانت عروض مغرية جدا والعروض المغرية كانت أكثر في الولايات المتحدة ولكن عرفنا انه احنا وصلنا إلى ما وصلنا به سبب المجتمع بسبب دعم المجتمع ولذلك احنا رجعنا بسبب المجتمع لدعم المجتمع وهذا ما اعمل فيه اليوم بالاضافة لعملي العلمي والتكنولوجي اعمل في حيز كبير في مجال التربي والتعليم بشكل تطوعي فقط لمصلحة مجتمعنا وهناك بدأت المسيرة العلمية كونت فريق الأبحاث وبدأنا في الاختراعات والانجازات ما كنتش بشكوك أو تفكير بينك وبين نفسك اذا ضليتك هناك وقبلت العروض اذا كانت من ناسا او غيرهم واستنت لك شوية صغيرة فترة هناك وبعدين رجعت كان ممكن تكون مستفيد اكتر لتطوير المجتمع بشكل اكبر ولا احنا بالمكان الصح ورجعتك كانت في التوقيت الصحيح اعتقد انه راجعتي كانت في التوقيت الصحيح لانه اولا الارض لم تكن خصبة في الاكاديميا للاشخاص العرب مجرد وجود مثال ناجح عند كتير من الشباب والشابات العرب انه اذا حسام استطاع انا استطيع وهذا كان يعني الدور الاساسي وهناك احنا وصلنا لمرحلة ممتازة يعني كانت المرحلة ملائمة جدا للوصول وطبعا للحديث يعني لتعميم هذه الرسالة للمجتمعنا واعتقد انه اليوم احنا في وضع متطور اكتر من اللي كانت في الا اشتركوا طبعا بما انك ذكرت موضوع التواصل يمكن مع طلابنا من المجتمع العربي واليوم في فئة كبيرة واحنا كمان بصباحنا غير صلتنا الضوء عفئة الطلاب اللي بيختاروا ان يدرسوا خارج البلاد اليوم حضرتك شو الرسالة اللي بتقدم لني اياها يعني كل موضوع كمان رجعتك من الخارج رغم انه ما عنديش شك كمانت العروض مغري يمكن له هيك الانتساب لمؤسسات او شركات عالمية ولكن اخترت انك ترجع بهدف خدمة المجتمع من خلال ابحاثك من خلال انجازاتك شو بتقول اليوم بمحاضراتك للشباب بهذا الموضوع اولا الصفر الى الخارج لهدف التعلم ولجلب علوم جديدة ومجالات جديدة الى البلاد هو شغل مبارك وشغل يعني المفروض تنعمل وخاصة اذا ما كان المجال لاختصاص بش موجود انه في مجتمعنا لانه احنا في مجتمعنا بحاجة الى التعددية في المهن التعددية في التعلم وهذا ما ينقصنا فلذلك انا مشجع الشباب والصبايا يرجعوا ليس فقط لهدف التعددية انه لهدف الدعم المجتمع انا لا يعني انا اعتقد انه انا بشكل شخصي حسام اول واحد وصل للي وصله بسبب المجتمع بسبب الدعم تابع للمجتمع كلمة يعطيك العافي وكلمة بفتخر فيك انا بالنسبة اليهاي بتوصلني وبتعطيني الحماس فلذلك في هناك اس للمجتمع في نجاحاتنا كلياتنا فلذلك احنا لازم نرجع نجاحاتنا ولذلك لما مننجح بش المفروض ظلنا موجودين في البرج العاجي فوق وكل واحد في برجه العاجي انما يجب ان نصل الى ارض الواقع ونأخذ بيد الناس اللي بحاجة لالنا ونساعد قدر الامكان فلذلك يعني الرجوع من خارج البلاد الى البلاد بحدف تعمل المجتمع هو شغلة ضرورية بنظري ولكن طبعا انا اعي كمان انه في هناك طبعا معضلات مادية ممكن يواجهوها معضلات مهنية ممكن يواجهوها فامل انه بالاسرار والتحدي ممكن طبعا يتم الرجوع الى البلاد والتغلب على جميع المعضلات الاخرى ايضا حضرتك سجل باسمك براءة الاختراع بديش اغلط فيه الجلد الالكتروني صحيح هو قادر على الاحساس باللمس الحرارة والرطوبة ايضا وين احنا موجودين في هذا الاختراع ايش تقدر تحكينا عنه بحب احكي عن الاختراع انه اولا قبل ما احكي عن ماهية الاختراع انه بدأ من نتيجة غير مرغوب فيها بمعنى بمعنى انه انا اعتقد انه في العالم لا يوجد شيء خطأ اعتقد انه في زاوية مختلفة من الامور الشيء اللي ممكن انا يكون خطأ في مجال معين ممكن يكون صحيح لمجال اخر وهون طبعا كان في عنا نتيجة مخبرية كنا نطول الانف الالكتروني والانف الالكتروني في تجربة معينة فشل وحطنا هدول النتائج على الرف كيف اقولوها في اللغة الدارجية ولكن بعد سنوات انا مروح من اليابان من رحل من اليابان واستراليا وقاعد بكبس على الكبسة قدامي في المقعد في الطائرة بقول طب هاي حاسة اللمس واحنا في عنا جهاز اللي بلمس او بحس الضغط فكرت ايش الجهاز اللي بحس ضغط في جسمنا وطلع اكبر حاسة موجودة في جسمنا هي بتحس الضغط له الجلد نعم فقلت في عنا المقاومات انه نبني جلد او نشبه الجلد ولذلك يجب ان نبني جلد لجهاز الكتروني الممكن يكون مطاطي او مرن يمكن يجيس جميع طبعا الحرارة الرطوبة ومواد اخرى وكذلك اللمس بطبيعة الحال وهناك طبعا بدأنا في الاختراع وبنينا جهاز يمثل بطريقة عمله الجلد عند الانسان وهذا الجلد طبعا يستعمل في عدد كبير من المجالات منها مثلا مجال الطيران اذا ما كان فيه تشقق في جناح الطيارة ما بقدرش يعرف عنه الطيار بقدر جير لفرجينا بطريقة معينة انه فيه صار هناك تشقق معين فبتخذ طبعا الاجراءات اللازمة فيه هناك اليوم طبعا جراحين لكن من الرجال الآليم سميهن ديفينشي سيرجيكال روبوت اللي بفوته طبعا السكينة الجراحية لجسم المريض لكن اذا منعطيهن حاسة اللمس مثل ما بتكون حاسة اللمس عند الطبيب في جلده في المشرط نفسه في المشرط نفسه هون احنا منعلي نسبة الدقة في خلال العملية الجراحية اذا مثلا من العب رياضة على سبيل المثال بلبس اواعي او ملابس داكية على سبيل المثال اللي بتحس طبعا كل الاشارات الحيوية في الجسم خلال العمليات الرياضية هاي هي عن طريق الجلد الالكتروني ولكن كان نقصنا على مدى السنوات طبعا خاصة واحدة اللي كانت معضل علمية هائلة جدا وهي الشفاء الذاتي نعرف انه طبعا في الجلد في امكانية على الشفاء الذاتي عندما نجرح ولكن اليوم ما فيش ولا جهاز الكتروني ممكن تكسره وتحطه حط بعض يشفي حاله ويرجع يشتغل تقدر جرب على سمارتفون تبعك مش يسا او تجيب صمغ معين على سبيل المثال وتربطه مع بعض مش رح يشتغل فلذلك احنا بتكرنا شيء يشبه طريقة الشفاء عند جلد الإنسان وبالفعل فرجنا لأول مرة في العالم انه فيه بمستطاع الأجهزة الالكترونية قطعها نعم أو خدشها في غضون دقائق لا تعمل ولكن شوي شوي مثل الجلد بلش تشفي حالة بحالها لبعد 24 ساعة تشتغل عادي خرائع كما كان الوضع عليه قبل عملية القطع فلذلك هاي الشفاء الذاتي ايش منقدر نقول من الشفاء الذاتي الأشخاص على سبيل المثال اللي انقطعت رجلهم او يدهم وعندهم عضاء اصطناعية ممكن نركب لهم جلد اصطناعي حوالين اليد ولكن من الاستعمال ممكن يصير فيه جروح او خدش فبدلا من نغير كل اليد الجروح او الخدش الموجود في اليد الاصطناعية ممكن طبعا تصلح حالها وكذلك الامر في اليد عند الرجال روبوتات وإلى ما ذلك يعني انا بفهم عفاف وانه صندوق صندوق المرضى رح يزعلوا من البروفيسور هاي واحد وخصائيين التجميل رح ينبسطوا من البروفيسور احنا منتأمل ان يتبنوا هاي انا لا اعتقد انه صندوق المرضى رح تزعل مني بالعكس تماما بدين يبيعوا ادوية يا بروفيسور لا انا اعتقد انه رح ينبسطوا لسبب انا لا اعتقد انه التكنولوجيا اللي منطورها هي تكنولوجيا اللي رح تغير صندوق المرضى او الطبيب هي تدعم الطبيب وصندوق المرضى بادوات حديثة اللي ممكن طبعا تستعمل من بعيد لتشخيص المرض يعني انا مش حاجة احس اليوم بوجه عشان اروح عند الطبيب نعم انما من بعيد الطبيب ممكن بدل ما يشوف عشرين مريض في نهار ممكن يكون مكشوف لحالة الصحة لعشرين الف واحد وهذا ما نعي نسعى لا اعطاءه للطبيب نعم نعم روحا فروفيسور ذكرت موضوع السمارتفونز ويعني مثل ما ما سمعنا التوجه حاليا انه يكون فيه مشروع اللي بدمج التشخيص عن طريق النفس عن طريق تطبيقات او عن طريق الهاتف الذكي يعني تحكي لنا اكتر تفاصيل انه الموضوع جدا موثير الاهتمام اليوم شريحة كبيرة من الناس بتستعمل السمارتفونز ممكن هذا الشيء يسهل كتير هذا كله بدخل في اطار النانو تكنولوجي باختصاص بدخل في اطار النانو تكنولوجي طبعا واحد من استعمالات السمارتفونز لتشخيص الامراض وإحنا بعدنا معافين هو مشروع يسمى سنيففون اللي اختير طبعا من ضمن اكثر مئة اختراع مؤثر في سنة 2015 سنيففون طبعا مشروع حصلت عليه على 6 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي موجود فيه شركة سيمينس العالمية وشركات اخرى ومستشفيات في الاتحاد الاوروبي باللي انا اقودهن بشكل شخصي ابتدأ المشروع في ابريل سنة 2015 واللي هدفه طبعا تشخيص المرض عن طريق النفس في مجرد انه الشخص بتكلم عن طريق الجهاز الخليو الحكيم على الاقل بنحكي تلت توانف النهار احنا في الجهاز الخليو الحكيم فالجهاز باخذ النفس بشكل اوتوماتيكي بشكل اوتونومي بحلل النتيجة واذا ما كانت النتيجة ايجابية اي يعني اذا ما كان فيه خطر الحصول مرض السرطان بالجسم مستعمل الجهاز او عنده مرض السرطان قائم تبعث النتيجة مباشرة الى الطبيب عن طريق الشبكة العنكبوتية والطبيب هناك يقرر ماذا يفعل هل يعيد التجربة او يدعي مستعمل الجهاز لطبعا اينات اخرى واجراء تحليل اخرى الشخص ذاته بيقدر يفهم التحليل المكتوب على الجهاز الذكي الشخص ذاته هاي مشكلة اخلاقية كبيرة جدا بالنسبة للطبيب بالنسبة لله لا نفسه للشخص نفسه نفترض على سبيل المثال انه الشخص عنده الامكانية تطلع على الجهاز الجهاز بكل تقنية تشخصية اليوم في العالم فيه نسبة خطأ ولا واحد في المية يعني من ميت واحد اللي عندن سرطان وارد ان يكون في خطأ بحث كلفنا حوالي المليون يورو كيفية استعمال الجهاز وصلنا الى النتيجة انه مستعمل الجهاز ممنوع يعرف نتيجة التشخيص تبعيته انما الطبيب تبعه يعرف فلذلك احنا نعطي الامكانية للطبيب انه يعرف حالة الصحة تبعية مستعمل الجهاز من بعيد وهو يقرر بدون الدخول الى ضغوطات نفسية والشخص ملزم انه كل يوم يتحدث او ينفخ او عشان يستشعر الجهاز نفسه نعم او نعم ولا بتعلق في المرض اذا قصة رشح على سبيل المثال بقدر يتنفس كل يوم وبقدر حتى يعرف نتيجته لانه ما فيش فيها ضغط نفسي اذا سرطان السرطان يتكون خلال سنوات كثير يعني كل يوم ما بتفرقش ممكن كل جمعة كل شهر كل شهرين هاي الاوقات وكيفية استعمال الجهاز كمان من الناحية النفسية كمان من الناحية الاجتماعية كمان من الناحية الاخلاقية ومن الناحية الامنية لتمرير المعلومات هاي شغلات اللي احنا عادينا نبحثها اليوم عشان نعرف ايش هو البروتوكول الملائم لاستعمال الجهاز يعني يعطيك العافي بروفيسور حايك طبعا احنا في ختام حديثنا يعني ممكن اضطرقنا لأوصلتنا ضوء على جزء بسيط من مسيرتك وانجزاتك المشارجة بس احنا بداية بدنا نشكرك انه رغم الالتزامات وعودتك من الصفر قدرت انك تتواجد معنا اخيرا ان هيك مقولة من حضرتك يعني مقولتك في الحياة نصيحة اللي بتقدمها وحتى اي رسالة بتحب انك تقدمها للمجتمع انا اعتقد انه غالبية الاشخاص في المجتمع هنك متسلقين الجبال ففي متسلقين عندهم اهداف اكثر وفي متسلقين ومتسلقات عندهم اهداف اقل تسلق الجبال يتطلب تحدي وبالرغم من انه فيه خوف لازم نستعمل الخوف كوسيلة للتحفيز وبالرغم من انه فيه خطر الانزلاقات وخطر الفشل لازم نتعلم من الفشل كوسيلة لاستعمالها للنجاح في الخطوات القادمة فلذلك اعتقد انه يجب ان نتحلل بالشجاعة وعدم الخوف من الفشل وانما استغلال الفشل واخطاء الماضي للتعلم لانجازات اخرى بهذه الطريقة نحن نصل الى مواقع والى قمم اخرى وامل طبعا لكل شعبنا دوام الصحة والخير ودمتم جميعا بالف خير الله يخليك احنا طبعا نستنى التحاق بالعالم المصري زويل وتجيب لنا النوبيل كمان ان شاء الله بفكر انه واحد من الاهداف صحيح انا اعتقد انه جائزة نوبيل هي ليست هدفي ولا اعتقد انه انا اصطحق الحصول على جائزة نوبيل اعتقد انه هدفي اليوم اكتر اكون عالم خلاق وعالم انساني اكثر من حصول على اي جائزة اخرى بروفاسور حايك شكرا لحضورك احنا كل المجتمع العربي والعالم اكيد منفتخر بحضرتك ان شاء الله يكون لك اختراعات بناء كيف ما هي اليوم وتشاركنا فيها شكرا جدا لأيكم ان شاء الله دائما هيك بتكون نواجهة مشرفة لأيلنا عربيا وعالميا شكرا لحضورك ونهارك سعيد شكرا جزيلا لأيكم سعيد الله يخليك شكرا يعني نفتخر ونعم جدا جدا نفتخر لأيلنا ومن العلم ما زلنا في بطار العالم يعني من الانجازات المحلية العالمية نتوجه اكثر نتخصص في النجاحات والمباركات اشتركوا في القناة